السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم مهندس رجب نصر. ان شاء الله نظم عنا الدرس جديد من دروس دورة الكلاسيك كنترول. وهنتكلم عن الدايرة رقم واحد من دروس من سلسلة دوائر الاتي اس. والدايرة دي اتتبر ابسط الدوائر وطبعا بدون اي احماية ولكن هنا الدايرة دي بتستخدم للتوضيح فقط. وهنا الدايرة دي هنعمل فيها ربط بين مصدرين كهرباء باستخدام اتنين كونتاكتور وريلي فقط. المكونات بتاعتنا بتاعت الدايرة طبعا اه عن اتنين قطع ثلاثي. عشان واحد للمصدر رقم واحد للمصدر رقم اتنين. وبعد كده في اتنين كونتاكتور برضو لمصدر رقم واحد وللمصدر رقم اتنين. وبعد كده اتنين قطع احادي او فيوز او اتنين فيوز عشان حماية دارة الكنترول. وكمان عدد واحد فقط ده زي كده. واو في اي انواع كتيرة بس هيشتغل الجهد بتاعه بيشتغل على الجهد الشبكة. يعني هيكون مثلا واحنا نشغالين مئتن وعشين فولت تلتمية وتمانين هنشتغل على المصدر رقم واحد والمصدر رقم اتنين والمصدر رقم واحد هو دوت اللي هو الاساسي بالنسبة لنا اللي احنا هندله الاولوية والمصدر رقم اتنين هو المصدر الاحتياط بتاعنا. ممكن مصدر رقم اتنين ده يكون مصدر دائم او ممكن يكون مولد بس احنا مش هنتحكم فيه ولكن هناخد منه بس كهرباء. فطبعا هنستخدم اول حاجة القواطع السلاسية او الربعية طبعا لو انت عايز تحطها عشان تبقى بداية التغذية بتاعتنا. وهندخلها بالتلات فاس بتاعتنا هنرمز للتلاتة فاس بتاعتنا بالرمب الاحمر والاصفر والازرق والنيوترال وهنستخدم كونتاكتور رقم واحد وهنوصله كده بالطرقة ديت. وكونتاكتور رقم اتنين برضو نوصله بالطرقة دي كده. تمام? يبقى بحيث ان ده جاي من مصدر اولين وجاي من مصدر التاني. وهنخرج الخروجات بتاعت كونتاكتورين مع بعض وهنوصلهم كده بالشكل ده كده بحيث في الاخر يخرجوا مع بعض للوحة الحمل اللي هي هتبقى كده زي ما انتشافين. يفضل طبعا ان النيوترال ميبقاش متوصل بشكل كده مباشر على طول لا يفضل انت ممكن تستخدم كونتاكتور رباعي واتدخل النيوترال زي وزي الفازات كده بالزبط عشان ما يحصل او يعني ما فيش نيوترال يدخل على النوترال بتاقت تاني. عنا النوترال للشبكة دييت يبقى منفصل تماما على النوترال للشبكة دي. بحس إيما المصدرك ده يدخل يأيما المصدرك ده يدخل. ما بقاش فيه اتصال مشترك. لكن انا عملت هنا دايرة دي للتوضيح. تماما? وطبعا زي ما احنا شفنا كده حنخرج ده للوحة الاحمال. وبعد كده هنجيب قاطع احادي للدايرة من هنا وقاطع احادي للدايرة من هنا ونجيب في اتجاه ده كده اهوت الرلي ده الكويل بتاعه اللي هو الرمز بتاعه اي واحد و اي اتنين وده هيشتغل على متين وعشين فولت وهناخد من الرلي نقطة مفتوحة ان او هنحطها في الجانب ده وهناخد نقطة مغلقة هنحطها في الجانب ده من نفس الرلي ده برضو تمام وطبعا احنا عارفين ان الكويل بتاع الكونتاكتور اي واحد و اي اتنين برضو لازم يكون ليه نفس الجهد بتاع جهد الشبكة اللي احنا هنشتغل عليه والكونتاكتور رقم اتنين برضو كي اتنين ده لازم يكون نفس الجهد بتاع الشبكة ونعمل عملية التوصيل بالشكل اللي احنا هنعمله كده بالطرق دي ناخد اي فازة من فازات اللي قدام مننا وندخل بيها على القاطع الاوحادي او الفيوز لو احنا كان عندنا فيوز ونخرج ونعمل لحام ونخرج من هنا على الكويل بتاع الرلي ده قدام مننا ونخرج من رلي على النيوترال على طول ونلحمه فيه. بعد كده نحصل ايه? هناخد من النقطة دية اللي شايفينها? هنوصل على النقطة المفتوحة بتاعة الرلي نفس الرلي ده برضو. ونخرج من النقطة المفتوحة بتاعة الرلي على الكويل بتاع الكونتاكتور كي واحد. ومن ايه اتنين نلحمه في النيوترال زي ما تشايفين كده. وكمان هنيجي هنا في الجزء دوت هناخد من اي فازة من الفازات القدام من هنا. ونعمل توصيل على مفتاح الحماية بتاع دايرة الكنترول ونخرج من مفتاح الحماية على النقطة المغلقة من نفس الرلي ده. ونوصل نهاية النقطة المغلقة مع طرف الكويل بتاع الكونتاكتور كي اتنين. ونخرج من اي اتنين طبعا على النيوترال. كده احنا وصلنا الدايرة بشكل مبسط. ولاحز ان الدايرة دي بسيطة جدا بدون اي حماية خالص. وبعد كده في الدروس اللي جاية هتلاقي في مجموعة من حماية هنقدر نرفها في الدوار دي. ولكن الدرس ده لتوضيح الفكرة العامة لدروس الاتي اس. طبعا احنا مفروض ان احنا عندنا المصدر الرقم واحد هو المصدر اولوية. عشان كده عملنا التركيبة ديت وهنشوف ليه عملنا التركيبة دي. وهنفترض ان المصدر رقم واحد هو عندنا فيه كهربا. والمصدر رقم اتنين ايضا برضو فيه كهربا. ازاي بقى نعرف الاولوية? هنشوف الكلام دوت. لما المصدر رقم واحد يكون فيه كهربا? ايه لا يحصل? ان دوت هيعد كهربا في الجزئية دي كده اهو. فالكويل بتاع ريلي ده هيبقى عليه كهربا. فلما الكويل بتاع ريلي لكهرباء النقط بتاعته المفتوحة هتغلق والمغلقة هتفتح. يبقى ازا هيحصل انعكاس على طول النقط زي ما تشايفين فتح اللي بعد ما كانت مغلقة بعد ما كانت مفتوحة قفلت وهنا دي اللي كانت مغلقة اللي هي كانت فتحت فبالتالي فهتدي سكة ايه لهنا بالطريقة دي كده هتبقى المصار ماشي بالطريقة دي كده اهو اخد كهرباء كده 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 وطبعا مغزر اليه وفي نفس وقت فيه بالتوازي كده معها هيلاقي السكة دي مقفولة هيكمل وهيوصل للكويل بتاع الكنتاكتور ده وعلى العكس طبعا الناحية التانية بما ان الريلي ده شغال ففتح النقطة دي فالكهرباء تفضل ماشية كده كده مرورا بالمفتاح رغم ان فيه مصدر كهرباء هنا مرورا بالمفتاح وهتيجى عند النقطة ديت وهتوقف لان السكة هنا اتفتحت خلاص بقى المفتوحة فبالتالي الكنتاكتور ده عمره ما هيشتغل لو تاخد بالك كده يبقى الكنتاكتور كي واحد بس هو اللي شغال وبالتالي كونتاكتور كي اتنين مش هيشتغل وكمان يبقى كده هيبقى التخزية جاية من مصدر رقم واحد للوحة الحمل بتاعتنا اللي هي تحت ديت اللي انت شايف هنا ازا وجود الريلي هنا وجود النقطة المفتوحة من الريلي في المنطقة ديت والنقطة المغلقة هنا مجرد وجود مصدر كهرباء على رقم واحد هنا بغض النظر في مصدر كهرباء هنا او مفيش لكن لو في مصدر كهرباء هنا بيدي اولوية للمصدر رقم واحد بغض النظر هنا في كهرباء او مفيش طيب احنا ممكن نشوف حالة تانية اللي احنا لو فقدنا مصدر كهرباء هنا يعني مش موجود هنا فاي에 сожалению هيحصل لو فقدنا مصدر كهرباء مش موجود معنى كده ان الا ده يبقى مش عليه كهرباء يعني كهرباء هتيجي تمشي كده ما مفيش كهرباء اساس خلق تمشي وهنا خلي بالك في كهرباء نفترض ان المصدر التاني في كهرباء فماشي الكهرباء كده كده مفروض هيرجع لوضعه التاني هترجع تاني تاني و هترجع تقفل من بداخل هذا ريلي وبالتالي طبعا ايه اللي حصل انعكس الوضع بعد ما كنا هنا الكهربا كانت بتمشي كده ووصلت ريلي وكمان كانت مقفول هنا بتغزي الكنتاكتور رقم كواحد ده لأ هنا بقى قفلت وايه الكهربا هتمشي كده كده هتغزي الكنتاكتور كتنيه يبقى كده عملنا هنا هيحصل ايه ده هيفصل وده هيشتغل زي ما انت شايفين اه كده فصل وده هيبقى شغال اهو تمام ازا مصدر الكهربا ده وتشغال هيعدي على الكنتاكتور لما الكنتاكتور كتنين ده يشتغل عن طريق الاشارة اللي خدها من هنا وهتوصل للوحة الحمل بتاعتنا وهتغزي كهربا للوحة الحمل عن طريق الجهة اللي انتو شايفينها من الناحية التانية اهي من المصدر رقم اتنين طيب يبقى انت كده في حالة كمان تالتة ايه هي ان ما يبقاش في مصدرين كهربا ولو ما في المصدر ده مش متوفر والمصدر ده مش متوفر ازا هتثبت الدايرة على الوضع ده زي ما هو كده في انتظار ان مصدر الكهرباء ده يجي او مصدر ده يجي لو مصدر كهربا جي هتفضل الدايرة دي زي ما إحيا كده هي هتفضل شغالة وهتغزي بالهزا بهزا الاتجاه زي ما احنا مشوارين عليها اهو اما لو جي المصدر رقم واحد رجع تاني لو المصدر رقم واحد رجع تاني يبقى اذا هيحصل السيناريو اللي احنا شرحناه في الحالة الاولى اللي هو هيبقى فيه كهربا موجودة هنا فاحد الفازات هتعدي على طريق المفتاح وهتحصل عملية مغنطة لهذا الرلي فالريلي هيعكس وضع النقط بتاعته اللي هي هتغلق والنورمال الكلوز هتفتح وهيرجع كونتاكتر رقم واحد هو اللي هيشتغل تمام كونتاكتر رقم اتنين ده مش هيشتغل